وعن الشافعي قال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى كان يقول أقوالا في الفق عموما فهو كان ينبه إذا رأيت كلامي مخالف للحديث ترى أنا ما أنا نبي ممكن أخطئ إما بالفهم ممكن حديث أنا لا أراه لا أعرفه يمكن حديث هو صحيح أنا أظنه ضعيف فلا أخذ به فإذا وجدت الحديث يخالف كلامي فخذ بالحديث يأتيك الآن أناس يقولون لا ما تخذ بالحديث إذا خالف كلام الشافعي وخذ بكلام الشافعي قبل ماذا يقولون لك الشافعي أعلم منك بالحديث هو فعلا أعلم مني في الحديث ولكن هذا الحديث بالذات لما تبين لي هذا الحديث وصحة هذا الحديث وتبين لي قول الشافعي بخلاف الحديث عندها أنا ما أقول الشافعي نبي ولو أنه كان أفضل مني وأعلم مني بمئات المرات ليست بمرة ولكن مع ذلك في هذه المسألة تبين لي الحق على خلافي ما تبين للشافعي ولست وحدي أنا ومعي أحمد بن حنبل ومعي مثلا إسحاق بن راهوية يعني أنا ما جئت بمسألة من عندي من رأسي وإنما تبين لأحمد بن حنبل أن الشافعي أخطأ وأنا تبين لي أن كلام أحمد هو الصواب فأتبع أحمد في هذه المسألة ما في مشكلة ما جئت بشيء من عندي ما قلت هذا فهمي للحديث لا هو فهم السلف فهم جماعة من السلف وهذا الذي اقتنعت به فعندها لا تعب علي أنني فعلت ذلك هذه الشافعي هذه وصية الشافعي لكن بعض الناس يفهموا هذه الوصية فهما سيئا أو يتعامل مع مثل هذا الكلام تعاملا سيئا فيقول أخذ بالحديث بفهمي أو فهم شيخي المعاصر هذه ضلالة وهذا يسوق إلا الضلال فتجدهم يقدمون أقوال المعاصرين على أقوال السلف بل أحيانا هو في قول للمعاصرين هو لا يعرف من السلف ما قال به فتأتي وتناقشه في المسألة وتقول له هذا قول الشافعي مثلا ويقول لك لا قول الشافعي غلط ليش غلط؟ قال الشيخ الألباني كذا وكذا وكذا طيب على رأسي الشيخ الألباني لكن أنا أقول لك قال الشافعي الشافعي ليس معصوما طيب الألباني معصوم؟ لا ليس معصوما لكن عنده الدليل طيب الشافعي جاب من رأسه لو تجيب لي واحد من السلف مثلا خالف الشافعي هو لا يعرف قد يكون مالك خالف الشافعي وقال نفس قول الشيخ الألباني لكن أنت ليش ما رحت على مالك؟ لأنك ما تعرف لأن أنت إذا نظرت إلى أعلى تنكسر رقبتك لأنها اعتادت على النظر في مستوى معين تعالوا عنه تنكسر لو أنك تفقهت الفقه العالي وقرأت أقوال السلف لا كان عندك من الحجة قلوا له هذا قول مالك ومالك إمام متبوع كذا وهو من السلف خالف الشافعي وهو من القرون الأولى هو من القرن الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا فرق كبير بين أن تنظر إلى قول مالك وقول أحمد وقول إسحاق وتنظر إلى هذه الطبقة من الناس وأن تأخذ بأقوال معاصرة قد مثل هذا إذا كان إنسان عامة الناس هذه إذا اتخذ شيخ من المعاصرين واتبعه ما في مشكلة لكن أنا أتكلم عن إنسان يدعي طلب العلم ويدعي أنه يتبع السلف فلا تجده يقول يذكر لك أسماء من أسماء السلف ويذكر كلها أسماء معاصرة تعرف أن طريقته في التعلم غلط